السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم فيديو وصفة جديدة من وصفات عم هيتم اليوم سنشارك معكم وصفة من الوصفات التي كانت لها طلب كثير وكذلك هي وصفة من الوصفات التي نزلتها معكم في القناة جيزكيك اللوتوز بطريقة سهلة طريقة التحضير بسيطة ومكونات كذلك متوفرة بدون تعقيدات ضغير وبدون فرن سنشارك معكم اليوم بجميع تفاصيل التحضير كتحلياها كاليكومدار او لكتحليا تحطوها كاكا ديسير للضيوف ديالكم او في المناسبة ديالكم في ان شاء الله الاقتراح دياليوم الى الاعجاب ديالكم ما تنسو لاش من اللايكات كيف العدل التشجيع ما نطوش اليكم خليكم ان شاء الله مع هذا الفيديو الاخير اكتشفوا معنا المقادر وكذلك كيفية التحضر وعلى بركتي الله نبدأ بالطبقة الاولى كيف كتلكم هو اليومة بدوني فرن كل شي الطبقات سيكونوا بدوني فرن انا سوف اخذنا 250 جرم ديال بيسكوية الى زبدة بسبتاء الطبقة الحال في كل شي الطبقة الاولى سوف نضح الى بيسكوي اي بيسكوية عادي بيسكوية بالفانيلا عمليا ومستحر معه تل ١٠٠ جرم ديال الزبدة والطحنه معه وحسب القرفة وليس بجيء الفانيلا والغرراءه في زبدة الى بيسكوية للهي لا يود لك اي بيسكوية عادي او بيسكوية بالفانيلا وبماريا الزبدة 80 غرم الزبدة الزبدة 100 غرم الزبدة تطحنها كل شيء في الهاشوار تطحنها كل شيء في الهاشوار تحسون بها كمرمل و تجمعها بين ايديكم و يكون لديكم واجب سوف نضعه في القلب في 21 سنتيم يأخذ 21-22 يوصله اقصى حاجة 22 سنتيم سوف نضعه و نحاول أن نزعه قطعه مباشرة في طبق التقديم و نأخذ ملعقة و نحاول ان تحسينه و تضغطه لتجمع نجمع بسكويت يجب على تقطع نحضر كريمة تشيز يكون اقتصادية على باقي الكريمات المعروفين تشيز كيك نأخذ علبة شونتي مع كاز الحليب أربعات العلب هنا هي البيرلي أو ياغورت بالجبن طبيعي بدون سكر سوف نزيد معه جميع قضية السكر يمكن أن تستغناء السكر تماما إذا استغناء السكر في هذه المرحلة جمعة تكبار عمري مزيان حليب بودرة و معلقة زبدة اللوتوس هنا بالنسبة للطريقة سوف نأخذ الكاز الحليب بارد ونضيف بارد ونضيف باقي المكونات بالنسبة للطريقة هناك الكريمة هناك الكريمة فمن الأفضل أن تستغناء ونضيف الكاز الحليب مع كاز الحليب لديكم المشكلة لتقدمها كتحلية لديكم كريمة كثيرة أما إذا كنتم تستغناء فكاز الحليب سيكون كافي بالنسبة للطريقة الحليب فمن الأفضل أن تستغناء هذه الكريمة هي التي تجعل الكريمة تبقى قابطة ووقفة سوف تستغناء المكونات بالطريقة والكهرباء حتى تستغناء الكريمة كريمة عادية تستغناء الكريمة إن دخل القابة كان بك مكونات لا يجب أن تصرير المكونات كتنم وقامة ان تستغناء الكريمة كتنم في ساعها و تحضرهم دفعة واحدة و بعدها تبرد كم يكون مكونات سهلة و ممكن أن تحضر كامله كاملة و تحضرهم في نصف ساعة و أم ساعة منذ أن يرد 1-3 أحد كي تقبط الكريمة راسها مزيان طبقات اللي هم مزويني من بعد ما لدي الكريمة ديالي كندخلها كالتلاجة وعد غادي اندوز لنا يندوب الزبدة ديال لوتوس يعني كطبقة اخيرة غادي اندوو بها ولا نطلقها غير واحد شوية هكا في الباماغي او الميكروون ديال عندكم واحد ثلاثين ثانية غير كتتتتلق حاول انكم ما تسخنوها ش بزال غير تتتلق لكم توليها كسائلة ولا سايحة سوف تدرها مفوق الطبقة ديال الكريمة انها الطبقة ديال الكريمة رغي واحد ربع ساعة او ثلاث ساعة بدمدوب هذه الزبدة ديال لوتوس وقدرتها مباشرة ما تحتاجوش انكم تدخلوها للمجميد من الافضل انكم ما تدخلوش هاتشيزكيك هذي اللي حضرتوه ما تدخلوش المجميد دخليوه يبرد على خطف تلاجة كيف مكتلكم ثلاثة اربع ديال ساعة تركيو اللي زوين وكتولي الكريمة قابطة مزيان وذيك الجبن هكا وذيك البودرة ديال الحليب كيعطو المفعول ديالهم في الكريمة وكتبقى كريمة اللي هي قابطة بالنسبة هنهاي الزبدة ديال لوتوس كتتحسو بيها كتتحسو بيها كتتحسو بيها بدرجة حرارة الغرفة صافي كتصبوها من فوق الكريمة باش ما كتدبش لكم هذيك الكريمة ديالكم بطبيعة الحل وكيبقى السطح ديالها والوجه ديالها زوين هنهاي صافي خليتها ان انا غير تقريبا واحد ساعة ونسب لان ما عاد صوير طابعة الحل وكان نعدي ما يدر فغير ساعة ونسبة لي خليسة انا فتلاجة وغادينا نحيدها كم نديموليها معاكم باش تشوفوها ونعاود نأكد لكم هنا الى كان عندكم الوقت او لك تموجدينها مسبقا فاخليوها تبرد على خاطرها عاد تديمولي وهاو تقدموها باش كديك الكريمة كتقبط مزيان هنالك انتو قاعد مزروبين فيها كما انا اليوم صراحة كان اخذكم تديرو غير نسكاس او لكاس الى ربع ديال الحليب باش تجدك الكريمة عاقدة اكتر وحتى في التقديم يعني تقدموها وتسربوها بزربة بزربة سافي كتدوزوا واحد الموس غيب شوية في الاول الطبقة ديال الكريمة الفوق كتت تأكدو انها مبقاش لسقا مع المولعات كتدوزوا الموس الاسفل سافي وكتدمو لي وهاو كتقدو لها الجوانب ديالها بعد الشكل هذا وكتقدو مهم كتفيني وهاو كديرو ذلك الروتوشات ديالكم احنا بالنسبة للناس اللي غديتجيهم مثلا زبدات اللوتويت غالية ولما عندهمش بيسكويت اللوتويت كيف مكتلكم راتعوضوه باي بيسكويت غديدو غير كيمياء ديال زبدة وشوية ديال القرفة باش تعتكم من البنة اللي يزوينا بالنسبة للزبدة للوتويت هنا راه ماشي ضرورية راه ممكن انكم تعودوها بالشوكولاتة يعني الشوكولاتة الخاصة بدان غير تلقوها كذلك شوية وديروها كطبقة او لديرو كغاناش اللي مولفة كندير معاكم ممكن كذلك تعودوها بالكراميل كذلك ديرو كطبقة ديال الكراميل وديرو هذي تشيزكيك هذا كامل بناك هذي الكراميل هنا انا غير للوتويت كان عندي يعني كدرت جرد لذك الشي اللي عندي بعد ما رجعت ملعوط له وكاس باقي في هكا غير واحد شهرون لشهرين ديال التاريخ فقلت عيش لله اللي ما نصايبوش ونصورو معاكم طب هنا ايا غادي ناخد الكريمة اللي سبقات لي انا خليت واحد شوية ديال الكريمة خليتها هكا من بعد بوشيتها من بعد ما قسمت انا يا الشيزكيك ديالينا قسمته هنا يا العشرة ممكن تقسموه الاقل او لا اكثر على حسب الرغبة بطبيعة الحال بوشيت هنا شوية ديال الكريمة في الجوانب وخليت كذلك البيسكويه نايا وزينت بهم الفوق وهذا والشكل النهائي دياله كيف مكتلكم كل ما برد كل ما كتزيد تعقاد هذه الكريمة ديالكم كيجي عاقد وكيجيزوين بنين بززف زف يعني الماداقت ديال الجبن بيرلي وخلق بيرلي الياغورت بالجبن كيجي باين فيه كين وصفات اخرى يعني بطرق ليا اخرى وكلين كي تدخل فيها الفرن فان شاء الله اللي لو بويتوه نصيبهم معاكم مستقبلا هذا هو الشكل من بعد ما نقضه شوفوا مع اي الشكل كيف يجي رائع الماداقة الكريمارة تجي بنينة بزف الماداقة ديالها زوين بزف ويعني لا يخفكم الماداقة بسكوين لوتوس يجي زوين زوين فان شاء الله الوصفة ديال اليوم تجربوها وتنا الاعجاب ديالكم وكيف دي مايلي عجباتكم لا تنسى منيج من لايكاتكم للتشجيع ترطاش مع الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي خليوا بيا كذلك الاراء ادي لكم في التعليق على هذا الوصفة او لأي وصفة بغيتو نشاركها معكم من بل فبهذا غد نكون ان شاء الله وصلت معكم نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة